رغم أن الوزارة وزارة التربية اتخذت كامل الإجراءات اللازمة لمحاربة الغش عن طريق حجب مواقع التواصل الاجتماعي ساعات الامتحان إلا أن هذه الإجراءات لم تكن كافية هذا لمنع ترويج مواضيع مسربة لأسئلة الامتحانات فلماذا لم تقدم على حجب هذه المواقع طيلة أيام الأسبوع كما فعلت عديد من الدول لتفادي مثل هكذا فضائح التقرير لهاشمي خيراني موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك هو بطل قصة باكالوريا 2016 كشف وسرب أسئلة الامتحان المقدس لدى الجزائريين قبل ساعات من انطلاقه دول كبرى كالسين وتركيا حجبت هذا الموقع لمدة من الزمن بسبب الخطر الذي شكله لها فأين نحن من هذه الدول؟ خاصة وأن بنغبريط ومن ورائها الحكومة استيقظت السنة الفارطة على فضيحة لكن يبدو أنهم لم يحفظوا الدرس لو أنه يكون هناك قرار أو تعليم بين الوزاراتين ممكن جدا أنه يصلوا إلى الحل وسط من أجل سد هذه الثغارات والتسربة لمواضيع الباكالورية التي تقوم عن طريق الإعلام أو عن طريق الأنترنت مثل ما نراه في بعض الدول الكبرى لقامت بغلق هذه المواقع مباشرة طيلت مدة امتحانات المصيرية عادة حجم وقع التواصل الاجتماعي لمدة أسبوع ليس بالأمر الهيين لكنه يهون عندما تمس صورة الجزائر فعن أي تكافؤ فرص نتحدث اليوم لكن عندما نقول غلق هذه لكي ضرورة تبيح المحظورات نحن نرى وزارة الاتصال لماذا يكون فيها اتفاق لأنها توزن وتقدر الحجم الضرر التي سيحقها أو لنسبة الفائدة التي ستقدمها للمجتمع بأسره من خلال غادة هذه المواقع باكالوريا 2016 استثنائية بامتياز كيف لا وقد سيرتها أربع قطاعات وزارية هزمهم الفيسبوك في حين كان غلقه لمدة من الزمن أن يجنب الفضيحة